السلام عليكم و اهلا بكم حالة النهاردة باختصار غريبة جدا و خطيرة جدا هنشوف فيها النهاردة في كتاب المسيحيين و اليهود اعلقة الخمرة بشزوز الجنسي باضطهاد اليهود العرب و اعلقة ده كله بالعنصرية عند السود في امريكا سمع كلاب ام تمر هندي و ليس فهم حاجة صح ما هو عشان كده لازم تشوف حالات النهاردة و تشوف الحلقة اللي جاية كمان الحلقتين ده هكونوا مكملتين لبعض مش هنفع تشوف حلقة من غير ما تشوف الثانية و اوعدك انك هتستفيد و هتلاقي فيها كلام لأول مرة تسمعه او لأول مرة على اقل التقدير بتعرض في المراجعة و قبل ان ندخل في الحلقة ما تنسى الشعنة لو الحلقة عجبتك تعمل لايك للفيديو وتشترك بقى في القناة و ديس لايكاتك بقى و زر الجرس و لو قدرت تعمل القناة ما دينات لانك الباتريون تحت في الوصف و في كل حاجة ندخل في حلقة النهاردة ندخل في حلقة النهاردة هنتكلم النهاردة عن الرجل البار في الكتاب المقدس ألا وهو و مع طوفانجي اول كده مخلص في العهد القديم هو نوح اشارة الى المسيح له المجد حقيقة نوح البار من اكتر الشخصيات اللي فيها معاني مسيانية جميلة جدا و عميقة هنتكلم النهاردة عن نوح وهو اول مخلص في العهد القديم و كان رمزه اشاره للمسيح هو الرجل البار القصة نوح يا جماعة بدأت لما الاله لان الشر بدأ يكتر جدا جدا في الأرض فالاله قرر انه يأتي بالطوفان و يقضي على كل سكان الأرض لكن استثنى منهم نوح لان نوح دا كان رجل بار في أجياله ولذلك الاله اختار نوح دا علشان ينجو هو وأولاده وتعالوا نقرأ مع بعض الكلام دا في سفر التكوين اللي صحيح السادس بيقول و أما نوح فواجد نعمة في عيني الرب هذه موليد نوح كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله وسار نوح مع الله يعني كان نوح دا مع رب على طول طيب وبعدين بقى نوح البار دا وولد نوح ثلاثة بنين ساما وحاما ويافثا وبرضا في التكوين لأولى قال الرب لنوح ودخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل إذن نوح بار عنده ثلاث أولاد تخطى نوح وصفه بالبار بعض الباحثين بيصفه كمان إنه هو نبي وفقا للكتاب المقدس حلاك كلام دا ووصف الباحث مراد مجدي وده باحث رسمي بمدرسة الإسكندرية عمل كتاب صدر عن كنيسة ماري جيرجس في الإسكندرية اسمه رحلة مع النبوة والأنبياء في الكتاب المقدس واللي راجع الكتاب دا وقدم له القمص المفسر تدرس عقوب مرطي والقص مرء الزود المهم إن الكتاب دا في صفحة 53 عمل كده عنوان نسو الأنبياء في العهد القديم ووضع من ضمنهم نوح في صفحة 55 نوح بار قيل عنه نبي عنده ثلاث أولاد سام حام يافث المهم بعد ما الشار كافر جدا الإله عمل الطفان نجى نوح وأولاده الثلاثة وأزوجه محطوم في الفلك مع الحيوانات ووالآخر لكن بعد ما ربنا خلص الطفان تماما والمضوع المفروض أنه استقر والإله بقى راضي على الأرض حصل حاجة غريبة جدا هنقراها بقى ونخش بقى في عمق الحلقة النهاردة خش في سفر تكوين ساعة 9 هنلاقي نوح بعد ما ربنا نجى بقى من الطفان بيقول وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويفث دول ثلاث أولاد نوح وحام اللي هو مفروض ابن نوح الثاني يعني هو أبو كانعان يعني كان عنده ولد اسمه كانعان بيقول هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض من الثلاثة اللي هم أولاد نوح دول جم كل شعوب الأرض وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما يعني بدأ يزرع العنب بص النص اللي بعدها بيقول وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه هيا دي البداية جماعة ان نوح الراجل الكامل في أجياله الراجل البار الراجل اللي وصف البعض بأنه هو نبي وفقا الكتاب المقدس بيشرب خمرة مش بس كده لا ده بيزكر بها كمان مش بس كده ده بتخليه ان هو خلاص مش فايق وبيدخل جوه المخبأ بتاعه والخباء بتاعه وينام كمان عريانا والغريب ان هو عمل كده بعد ما ربنا نجاو أولاده من الطفان هل هم دول الأنبياء او هم دول البرين في الكتاب المقدس على كل حال مش دين مشكلة استنى بس انت لس شفت حاجة تعالوا نكمل كده بقى القصة ونشوف العجل هل ناقي عندك في تكملة النصوص بتقول بعد ما نوح دخل خباء بتاعه وكان نايم وعريان وكان سكران ومش دريان بالدنيا خالص بيقول النص فأبصر حام أبو كانعان عورة أبي يبقى هنا دخل اللي اسمه حام اللي هو كان عنده ولد اسمه كانعان حام أبو كانعان دخل شاف نوح وهو نايم عريان وشاف عورته وأخبر أخويه خارجا رح قال للإخوات الحق دانا شفت أبوه جوه نايم عريان فترك نرد فعل أولاد نوح الاتنين البقين سام ويافث عملوا إيه فأخذ سام ويافث الرداء ووضع على أكتافهما ومشي إلى الوراء وسترى عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهم رحوا غطبوهم من غير ما يشوفوه فلما استيقظ نوح من خمره كان خلاص مجدريان بالدنيا خالص استيقظ بقى من الخمر هيعمل إيه علم ما فعل به ابنه الصغير ابن نوح الصغير اللي هو المفروض إنه هو حام ماشي نعديها عرف إنه هو شافه عريان فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبد العبيدي يكون لإخوتي خدوا بالكم يا جماعة ولا عن مين لعن كنعان رغم إن اللي شافه كان مين وهو نايم عريان اللي شافه كان حام اللي هو أبو كنعان مش كنعان اللي شافه ودي النص زي ما حضركم شايفين بيقول فأبصر حام أبو كنعان عرات أبي إنه ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوتي إنت هتكون عبد يا كنعان لإخواتك كمان طب بالنسبة لولدك اللي اتنين التانين اللي هم غطوك اللي هو سام ويافث فنوح جزاهم فنوح ألعنهم وقال مبارك رب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم يعني أنت ونسلك يا سام هتكون مباركين وكنعان ده هو ونسله هيكون عبيد عندكم طب بالنسبة ليافث بيقول ليفتح الله ليافثة فيسكن في مساكن سام آه الله مجرد على هذا حيفتح عليه وحيخلي سام ده يسكن في مساكن سام وفي بعض الترجم وفيه يسكن في خيام سام معلن طب بالنسبة لكنعان وليكن كنعان عبدا لهم يعني كنعان والناس اللي بتاعه هيكون عبد للناس اللي بتاعه يافث الله وانا في حاجة غريبة انت لماذا تلعن كنعان وكنعان ده عمل لك ايه اساسا ابنك حام دخل عليه هو اللي أزاك انت شايف ان انت أصلا نايم عريان وبتاعه وسكران وشايف ان ابنك اللي غلطان مفيش مشاكل خلاص روح لعن حام لكن ايه اللي يخليك تروح تلعن كنعان هنا في نصيبة هنا في مشكلة المفسرين هيحلوا الموضوع ده ازاي تعال نقرأ مع بعض كده شوف تكسير تدرسي حقوب ملطي بيقول فلما السيقز نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير يرى البعض ان المقصوب بابنه الصغير هنا حفيده كنعان ابن حام لكن الارجح انه حام وده نفس الكلام الارشدية كنا جيب جيرجس بيقول يرى البعض ان المقصوب بالابن الصغير هو كنعان ابن حام باعتبار ان الحفيد يدعى ابنا في موضع كثيرة من الكتاب المقدس والارجح ان الابن الصغير هو حام نفسه يعني هنا وفك الكلام المفسرين عشان يخلصوا من الموضوع ده ان حام هو اللي غلطان وفي الاخر ابن هو اللي شاء الموضوع الله تب وانا مال انا انا عملتلكم ايه انا راجل يدو ايه ابن حام وحام اللي عمل كده تلعن كالعام فجي بعض المفسرين الاخرين عايزين يخرجوا من المعضلة دي نخرج منها ازاي نخرج منها ازاي قال لك بس احنا هنخترع كده قصة متعرفش وما جابوها منين اساسا هتلاقي برضو تدرس عقوب ملطي بينقل عن اوريجانوس وبيقول يرى العلمة اوريجانوس ان كانعان رأى عورة جده يعني كانعان ابن حام شاف عورة نوح فاخبر اباه حام اه راح قال له لحايا بابا حام ده جده نايم جوه عريان وقال ابن عزرة ان كانعان هزئ بجده كثيرا بعد كده بيقول على اي الاحوال يبدو ان حامن وابنه كانعان اشترك في السخرية بنوح طب نشوف كده انتونيوس فكري هتلاقي بيقول نفس الكلام بيقول ابنه الصغير كلمة ابن في العبرية تستخدم ايضا للحفيد وقوله ابنه الصغير هذا غالبا يشير لكانعان ويصبح التفسير اه يصبح ابا ان حامن رأى اباه نوح في هذا الوضع وسخر منه واشترك معه كانعان او ان كانعان دخل مع حام ابي واشترك كلاهما في السخرية طيب كويس يبقى المفسرين عشان يخرجوا من موضوع حام ولا كانعان وان حام هو كانعان وكانعان هو ابن نفسه وابو نفسه الكلام ده قال لك بس احنا نخلي الاثنين يشتركوا مع بعض وموضوع جميل جدا ما عنديش اي مشاكل رغم ان الكتاب بيقول ان حام هو اللي شاف وان كانعان هو اللي تلعن هنا فيه سؤال بيطرح نفسه لما انتوا كمفسرين دلوقتي بتقولوا ان الاثنين اشتركوا اللي هو مين اللي هو حام وابنه كانعان اللعنة جاءت على مين اللعنة الكتاب بيقول ملعون كانعان طيب ما لعنتش الاثنين مع بعض ليس لعن الاثنين مع بعض مش انت بتقول ان الاثنين اشتركوا عشان تخلص من قصة حام ولا كانعان وكانعان ولا عام ماشي اوكي اللعن الاثنين لا ملعنش الاثنين راح لعن كانعان بس المفسرين هايزكوتوا لا ما سكتوش قال لك أصل الاله ما ينفعش يلعن حام ليه ما ينفعش يلعن حام عمتونيوس فكري بيقولك ونوح لم يلعن حام لأن الله سبق وباركه فلا يلعن من باركه الله فهنا حط مبرر وقال لك أصل الاله بارك حام أول لما التلاتة بقى ايه خرجوا من الفلك بعض الطفان الاله رحم بارك حام فمشافة ارجع ايه العن حام تاني فرحة لعن ابنه كانعان يعني برضو انا والله مستغرب ابنه ونسله ذنبهم ايه ماشي فين ذكر حام في الموضوع ده اعقابه مالوش اي اعقاب مالوش اي وضع مالوش اي اعتبار في النصوص المعضلات دي يا جماعة اساسا بتوضح ان القصة دي مفبركة ان القصة دي غير صحيحة ان القصة دي محرفة من اليهود لاغراض في غاية الدناءة انتظرونا في نهاية الحلقة والحلقة اللي بعدها ما علينا خلينا بقى ايه نكمل عشان الليلة لسه حتشع انت ما شفتوش حاجة والله ما شفت حاجة اصبر بس ماشي حنتجاوز عن انهم نسبوا لنبي الله نوح الرجل الكامل البار انه يشرب خمرة ويسكر ويبقى عريان وبتاع ماشي حنتجاوز كمان عن مشكلة الكنعان واللحام يا عم يا جاتعة لدي مش مشكلة بس حنتوقف قليلا عندي مشكلة ليه تلعن الكنعان هو ونسله بالكامل تلعنهم ليه وتخليهم عبيد عند النسل بتاع عسام وعند النسل بتاع يافث وخاصة ان الكتاب بيقول ان التلاتة اللي هم اولاد نوح دول بيقول هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح ومن كل هؤلاء تشعبت كل الارض فلك انت تخيل ان واحد من اللي هيجي منهم شعوب الارض بقى ملعون هو ونسله يعني تقدر تقول مجازا كده تلت سكان الارض ملعونين ماشي والله لعديها انا هقول مجازا تلت سكان وشعوب الارض ملعونين بس ملعونين ليه ليه عشان واحد شاف عورة ابوه ولا جده اللي كان شارب خمرة ونايم سكران يعني بالعقل واحد نايم سكران نايم في الخيمة خلاص عريان ماشي نعديها ده نبي مش مشكلة دخل حفيده ولا ابنه مش مشكلة نعديها شافك عريان ماشي تروح تلعنه هو وناسله وتلعن تلت شعوب الارض بسبب موضوع زي ده ليه ايه السبب الكبير جدا المعض اللي هو حاجة واو خرافية تخليك تلعن تلت شعوب الارض معضلة برضو صح مشكلة تفتكروا يهود اللي المسيحيين اخدوا منهم بقى الكلام ده والكتاب ده بكل اخطاء كده تفتكروا يهود دول هايسكتوا مش هحاولوا يلاقي حل للمعضلة دي وان سبب اللعنة بتاعتول تلت شعوب الارض لازم يكون سبب كبير يا جماعة لازم يكون سبب حباب الضخمة كده نحل الموضوع ده ازاي يا يهود نحل الموضوع ده ازاي لقناها ازاي بس يا محمود فهمنا سألتاني اجاوب بص يا عم اليهود عملوا اليهود قال لك اصل النص بتاع سفر التكوين تس عربعة وعشرين بيقول فنما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل ركز علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كان عام يعني ابنه الصغير ده سواء كان حام ولا كان عام مش هتفرق فعل فعل معين بنوح عشان كده نوح وام ولعن هو وناس طب يا ترى ايه الفعل ده استعدوا بقى للصائقة اليهود قالوا ايه قال لك ان ابن نوح الصغير بغض النظر سواء كان حام ولا كان عام ما علينا من المعضلة دي دلوقتي بيقول لك ان ابنه الصغير ده لما دخل على النبي نوح الخيمة وهو نايم ولقى سكران ونايم كده وعريان فابنه الصغير ده بقى مستثار جنسيا ورح مارس الشزوز مع النبي نوح وهو نايم في الخيمة بتاعته عريان وبعد ما مارس مع الشزوز خصاء يا جماعة ده اللي بيقولوا اليهود وعشان كده النبي نوح قام متعصب ومتدايق لما لقى ان ابنه مارس مع الشزوز وكمان خصاء فرح قايم تعال يا كلعان ملعون انت يا كانعان والناس يا كانعان وهكون انت يا كانعان انت والناس خدم وعبيد عند الناس لبتاع سام وعند الناس لبتاع يافي ده جماعة اللي قالوا اليهود عشان يحلوا الموضوع المعضلة اللي هو ازاي نوح يلعن تلت شعوب الارض بسبب حاجة زي كده قال لك يا عم خليها بقى ايه اسهل حاجة عندنا الزنا والدعارة خلي ان نوح ده مورس مع الشزوز مش بس كده اخصي كمان مش مشكلة عشان بس نحط سبب منطقي للعن تلت شعوب الارض محمود اهدى بس انت سخنان علينا كده فين دليلك يا عم على الكلام اللي انت بتقوله مؤلم بصراحة وما تخدش العقل فين يعني ودي تفوتني تعال يا عم نشوف الادلة من كتب مسيحية والأهم من كتب مفسر اليهود اللي هم رووا هذه القصة اللي خدها زميل المسيحيين ونشوف مصادر اليهود اللي هم بيقولوا عليها موحى بها من الله هنفتح مع بعض التوراة وهنفتح تحت في وصف الفيديو نبدأ على بركة اللي نستعرض أدلة نبدأ يا مارك هنبدأ نسخم مع بعض كده بالنسخ القياسية النقدية UPS اللي هي اختصار United Bible Society أو جامعات الكتاب المقدس بتفسر نص التكوين 921 اللي هو نوح لما سكر ودخل نايم عريان والكلام ده بتقول ولكن هناك سياق يجعل من الواضح أن التعبير يشير إلى زن المحارم أو إقامة علاقات جنسية مع شخص برضه نحمود لسه نحن بنسخ طب تعالوا نشوف الكتاب اللي صادر عن JPS اللي هو اختصار جوش Publication Society يعني جمعية النشر اليهودية الأمريكية وليأقدم جمعية بتنشر الأعمال والكتابات اليهودية باللغة الإنجليزية بيفصروا النص بتاع التكوين 922 وبيقولوا تنقسم المصادر الحاخامية اللي هي اليهودية بتاعت علماء اليهود حول ما إذا قام حام بإخصاء والده أمر تكب النواط يعني المصادر بتاعتنا والله يا جماعة كيهود مش عارفين حام ده اختصبوه ولا حام ده يدوب خاصة نوح فقط فبيقول قد يكون التفسير السابق مدعوما بحقيقة أن نوح ليس لديه أطفال بعد الطوفان هنا المرجع بيقول لك ايه بيقول لك أصلا نوح بعد الطوفان ما خلفش فده يؤكد ان نوح ايه اتخصب تعالوا بقى نفتح تفسير اليهود نفسهم ونشوف في التلموذ والكلام الجميل هنبدأ مع بعض كده ونشوف أكبر مفسر اليهود الراباي راشي طب مين راشي ده اسمه شلوم حقام فرنسي اتولد سنة 1040 ميلاديا وده يعتبر قد للمفسرين اليهود المهم الراباي راشي ده بيقول في تفسير سفر التكوين 9 22 بيقول ورأى أباه عاريا البعض يقول أنه خسار والبعض يقول أنه مارس الشذوذ أو اللوات معه وحتطلق بين قصين كده المرجع بتاعه سانهدرين سانهدرين ده جماعة هو مجلس المحكمة العليا للأمة اليهودية أو المتحدثين يعني باسم اليهود وده موجود في التلمود ونقرأه بعد شوية فحبب أقول في النظر حضرتكم أن المصطلح صدومايز ده اللوات يعني الشذوذ الجنسي بعض الناس ممكن ما يكون شواخد على الإصطلاح ده فحنا نخلي البابا شنودة هو اللي يشرح لك ما معنى هذا المصطلح اللي هو صدومايز صدومايز كانت بلد فاسدة وفيها شذوذ جنسي بل ان الهوموسكسواليتي سعب بياخده اسمها من صدومايز يقول صدومايز فأدي البابا شنودة هو مشكورا بيقول لكن صدومايز دي مشتقة من صدومايز اللي هو كان فيها لوط اللي كان فيها شذوذ جنسي ولفة من هنا بقى يتقال على الهوموسكسواليتي او على الشذوذ الجنسي يتقال عليه صدومايز فهنا اكبر مفسر اليهود الراباية راشي بيقول لك ان نوح مورس معاه الشذوذ وفقا للمصادر اليهودية خلصت تفسيرك يا محمود لا يا عم ما خلصتش والله اصبر بس علي انا نكمل ونشوف تفسير الراباية المعروف باسم حامك دافا واسمه الحقيقي مفتال زيفي يهودا بيرلين دا اتولد عام 1816 بيفسر نص 0 921 بيقول وليس من المعتاد ان يجعل الشخص مكان نومي في منتصف الخيمة بدلا من احد جوانب وليك مش معتاد ان نوح يروح ينايم في وسط الخيمة ما تنام في الجنب من السكر هذا بالاضافة للمعروف في المدراش اللي هو تعليق الكاتب يعني الاخصاء تعالوا برد نشوف تفسير سيفتي شخمين واسمه شبطاي بن جوزيف باس اتولد سنة 1641 ملدين بفصل 0 التكوين 29 بيقول ويقول بعض حكماءنا انه قد خصاء واخرون يقولون انه قد لاط به او مارس معه الشذوذ سوف اشرح ذلك بعد قليل في النص 25 لما نزلنا كده نشوفه بيشرح النص 25 بيقول لقد تسببت لي بفصل الجملة دي ويبدو انه فيها تلاعب يستدل بهذه الجملة يعني من يقولون انه ملعون كنعان فلماذا لعن نوح كنعان السبب انه قد خص نوح فقال له نوح بعد ذلك لقد تسببت لي ليكن ابنك الرابع مقصود الكلام ده جماعة انه نوح دلوقتي كان نفسه يخلف ابن رابع فلما ابن حام خص قال له انت عملتني مشكلة انت تسببت لي انه مش يكون عندي ابن رابع فانا هلعن ابنك يا حام المهم بيكمل بيقول اما من يقولون انه حام قد لط بنوح فيسدل بنص التكوين 9 22 اللي هو فرقى حام ابو كان عام طب فين هنا الشزوز بيقول لك العلماء بتاع اليهود يستدل على ان كلمة راقى دي دايما بيتيجي مع فعل الشزوز مع فعل الجنس طب دا للكم ايه بيقول لك هتلاقي انه مكتوب في سفر التكوين 34 2 فرقاها شاكيم شاكيم دا واحد برضو شاف واحد ورح مارس الجنس معها فبرضو النص كان بيستخدم معها كلمة فرقاها وكلمة راقى دي هي اللي استخدمت من عنوح وحام وكلام دا برضو كلمة راقى فقال لك هنا راقى وهنا راقى يبقى مارس مع اللواط بيقول وكما ان شاكيم في ذلك النص قد أقام علاقة جنسية مع المرأة كذلك حام في هذا النص قد أقام علاقة جنسية مع أبيه إذا كان الأمر كذلك فلماذا لعنى نوح حام السبب أن حام قد فعل الأمرين لطى به وخصى اللي اتنين بعد ما شاز زمعاه ومارس مع الوط خصى كان مع بعض ترسيل رابايتر أرخ أو يعقوب بن وكانعان أول ما سمع كده عمل يقول ذهب إلى الداخل وإما أنه قد خصى جده أو انخرط في لواط مع يا كده يا كده هذا يعتمد على الرأي الذي سنعتمد من المدراش وهذا هو سبب أن نوح قد لعنى كانعان وليس حام المدراش يا جماعة له تعليقات أديمة جدا لحخامات اليهود على أسفار التوراة تمام تعالوا نكمل مع بعض التفسير اليهود أنه تفسير رباي سفرنو وهو إيطالي اسمه عفاديا بن يعقوب سفرنو وهذا كان مقرب من الملك هنري الثاني ملك فرنسا نظرا لأنه كان عالم مكتهد جدا في تفسير التوراة وكان زع صيته في العالم كله بسبب تفسير للتوراة سنة حوالي 1550 بيفسر سفر التكوين 292 بيكلم عن حام بقى وبيقول لقد رأى الفعل المشين الذي فعله ابنه اللي هو كانعان بأبيه نوح عندما خصى هذا وفقا لكلام بعض حكماء نا في السنهدرين 70 أما وفقا لكلام المؤرخ بروسي قارن مع التكوين 6 فإن كانعان قد خصى جده ليس جراحيا ولكن باستخدام بعض وسائل السحر والشعوذة ورأاه أبوه حام وهو يمارس السحر دون أن يعترض أو يحاول منعه فهو يرى حام عاقب لأنه كان شايف ابنه كانعان عمال بيعمل في جده هذه الأفعيل ويخصيه بالسحر ويقعد مكبر دماغ نرى تفسير الرضاك الذي اسمه ديفيد كيمشي وده تولد عام 1160 يقول في 0 9 24 يفسر يرح كما آخرون أن كان عان أخصان وحا طب مفسر اليهود يا جماعة جابوا الكلام من اخترعوه يعني وابتاع وقالك لا احنا جابينه بردو بوحي زي ما التوراة عندنا كانت بوحي عن طريق موسى وإلى آخر برضو التلموت جاي عن طريق موسى اليهود يدعو أن موسى ألقى على بلي إسرائيل من فوق جبل الطور في سيناء ألقى عليهم التلموت وحفظ التلموت عن موسى حفظ هارون وحفظ عن هارون يشوع لو مين تلميذ موسى ثم فلان ثم علان ثم فلان ثم علان لغة لما وصل لعلماء اليهود لذلك اليهود يعتقدوا أن التلموت من أهم مصادر تشريعات اليهودية وفي منزلة تكد تكون تفوق التوراة كمان أو على أقل تقدير أنه يكون معادل للتوراة التلموت جماعة مكوى من حكتين المشنة وهي التشريعات الشفوية والجمارة الجمارة ده اللي هو يتناول التفسير بتاع التعليمات الشفوية اللي هي اسمها المشنة يبقى تلموت في مشنة وجمارة المشنة تعليمات وتشريعات شفوية الجمارة بتشرح بقى هذي التشريعات وأحيانا ممكن يستخدم كلمة الجمارة ويراد بها التلموت عالي جدا طيب برضو محمود ما قلت لناش فين في التلموت فيه القصة دي كلها هنكرأ مع بعض في السنهادرين اللي كان بيشيد إليه كل الربايز اللي احنا شفناهم بالوقت السنهادرين سبعين ايه زي ما قلنا ان السنهادرين ده هو مجلس الحكماء اليهود اللي بيتكلموا أصلا باسم اليهود نفتح مع بعض التلموت قسم السنهادرين سبعين ايه ونشوف بيقول ايه بيقول بعدما أشار إلى الفقرة التي تتحدث عن نوح تدخل الجمارة في نقاش حول حقيقة ما فعل به ابنه الأصغر حام لقد اختلف راف وشاموئيل أحدهما قال النحام قد خصى نوح والآخر قال النحام قد لطى به في اختلاف واحد يقولك ده شزم عبس مع نوح واحد يقولك لا ده يدوب بس خصاء بيعرض أدلة الرأيين وبيقول تشرح الجمارة من قال منهما النحام قد خصى نوح يورد الدليل التالي بيقول بما أن قد آذى نوح فيما يتعلق بإمكانية الحصول على ابن رابع وهو الأمر الذي أراده نوح لكن لم يعد يمكنه الحصول عليه بعد يعني بيقولك بما أن نوح ما بقاش عنده ابن رابع من بعد الطوفان هذا يدل على أن تم خصيه بالفعل وده دليل الناس اللي بتقول أن هو تم خصيه بيبدأ باب يعلق على الرأي الثاني بتاع الشدود مع نوح بيقول ومن قال أن حام قد لطى بنوح علم ذلك من تشابه الألفاظ بين النصوص رأى وفرأى هنا النص يقول في القصة بتاعتنا يعني فأبصر حام أبو كانعان عورة أبي وأخبر أخويه ويقول لك وفي نص آخر اللي هو برضو موجود في سفر التكوين 34-2 فرأاها شاكيم ابن حمور الجوي رئيس الأرض وأخذها وضجع معها وأذلها فبيقول لك أن فيوحد اسمه شاكيم استخدم برضو في حقه كلمة رأى ويقول لك بعدها مارس الجنس يبقى هنا لما حام أو ابن نوح رأى برضو نوح مارا تسأل وفقا لكلام الشخص الذي قال أن حام قد خصى نوح وهذا ثابت إيه وهذا ثابت طيب تمام فهذا هو سبب أن نوح قد لعن حام عن طريق ابنه الرابع اللي هو كانعان يعني بعد كده بيقول لك لكن وفقا لكلام من قال أن حام قد لطى به يعني حام عمل شزوزبا مع نوح يقول لك فما هو سبب اختيار ابنه الرابع اختار ابنه الرابع لي عشان يلعنه لي لعن كنعان ابن حام شميعني يعني بيقول لك كان المفترض أن يلعن حام مباشرة هيحل المعضلة جيزاي بص بقى يجيب لك اجماع مفسرين اليهود بقى ايه كلية كليلة بيقول لك الجمارة تجيب هذا الحكيم يرى أن كلا الجريمتين قد تم ارتكابهما الشزوز واللوط هناك اتفاق بين الجميع على أن حام قد خصى نوح والبعد كذلك يقول أن حام قد لطى به وزي ما حضراتكم شفتوا كتب اليهود اللي المفروض هما بيقولوا نموحة بها من الله وجايا عن طريق النبي موسى عشان تحط سبب مقنع لعن تلت سكان الأرض اللي جو من مفروض من كنعان ابن حام قالوا أصلي كنعان أو حام أو أي مكان أو اللي اتنين دخلوا مسكنوح مرسوا مع الشزوز عيازا بالله وكمان خصوه وزي ما قلنا أن دي مش كلام اجتهادي ده اعتمد على التلمود اللي المفروض عندهم موحة به من الله وللأسف زميل المسيحيين خدوا القصص دي بكل كوارثها من اليهود وعملوا منها كتاب اسم العهد القديم طمعا في بعض النبوءات التي قد تشير إلى المسيح قال لك نحن ناخد العهد القديم وخدوا الكلام ده بكل ما فيه وما ينفعش أي واحد مسيحي يتملص من الشزوز اللي حصل بقى في موح ولا الخصي اللي حصله على اعتبار وقال لك فإن هو abolic عليهم وان البعل اللي لك تخيل يعطي اللني تبلي برده عون طريقه موسى وبيقول انه ليهود وملفقوا تلفئات في التلمود بقى انت بتقول ان اليهود ازاي process تخphen ي surrounding الكتاب الموسيح اصحر كل الى الكذب مرة يكذب اتنين على العكس لا نقول بالضبط كمسلمين لمنكر السنه ״ shouldn is just saying يا جماعة الخير اللى أنقل ليني القرآن هو اللى أفهم سالسنا فسى ما بتصدقوا القرآن تصدقوا السنة هالأت زميل المسيحى تأتي فتلقى parfait و لا اليهود نقل الا التوراة مثلنا ولكن من الطلم one I always wear it من الى التلموت فهو imagine belum هو الكثاب كذب طب يا ترى ليه اليهود لفقوا القصة دي اخترعوها ليه يا محمود ايه اللي يكبرهم على كده استعدوا للصدمة للمفاجأة هنعرف الكلام ده ونمسكه واحدة واحدة كده من مصادره برضو من قدلته لكن عايزك بقى ايه تركز معي بص يا معلد تعال نشوف نوح اول لما فاء من السكر بتاعه بدأ يوزع الجزاءات على اولاده الثلاثة سام وحام ويافف نقرأ ونشوف عليا في سفر التكوين تس عبعة وعشرين بتقول فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون ان كانعان عبد العبيد يكون لاخوته ادي اول واحد اوخد جزاءه اللي هو كانعان ابن حام هيكون عبد العبيد لاخوته يعني هيكون كانعان والنسل بتاع كانعان عبيد وخدم عندي مين عندي النسل بتاع سام وبتاع يافث ادي اول جزاء كده راح لكانعان اللي هو من نسل حام طب وبعدين بص باركس في اللي جاي اليهود بقى بيقوله ان نوح عمل ايه بقى في بقى الجزاءات لسام ويافث وقال مبارك الرب اله سام اه يا سام انت مبارك الهك يا سام وليكن كانعانه عبدا لهم يبقى الجزاء بتاع سام انه اخد البركة من ابوه وان كانعان هيكون هو ونسله خدم وعبيد عند الناس اللي بتاع مين بتاع سام طب بالنسبة اليافث يافث بقى في اقل منزلة بص بيقولك ايه ليفتح الله ليافثة ايه ده مفيش مبارك الرب اله يافث لا يا عم مسكت اول يافتح الله ليافثة بس كده بص بيقولك ايه فيسكن في مساكن سام يعني يافث ده الله يا دب يلا ها هيفتح عليه ويلا كده بتضلين يلا بالمرة كده هيخلي يسكن في المساكن بتاع سام كمان وليكن كانعان عبدا له هيا جماعة لاحظتوا لاحظتوا ان سام ابن نوح هو اعلى واحد في المنزلة دي عشان كده النص قال مبارك الرب اله سام ونسل سام ده هيكون اعلى نسل طب بالنسبة اليافث يعني اليافتح الله علي يافث ويافث ده ايه هيسكن في المساكن بتاعت سام او في الخيام بتاعت سام طب ليه مانوش مساكن ايش معنى يا لا لا خلي بس ايه سام اعلى واحد هو ونسله وخلي بعده اه النسل بتاع يافث هو يسكن في مساكن ايه سام طيب ماشي بالنسبة لكانعان بقى وحام وابنه كانعان الناسل بتاعهم بقى تحت كده وملعون والناسل اللي يجي من كانعان ده اللي هيكون بيخدم على مين على الناس اللي بتاع يافس وعلى الناس اللي بتاع سام تعالوا نشوف الكلام ده كله في تفسير تدرس عقوب ملطي في تفسيره لسفر التكوين 928 بيقول ثانيا حين تحدث عن سام بارك إله سام فقد نسب الرب لناس لسام إذ منهم باء مين اللي خرج إذ منهم خرج إبراهيم وإسحاق وعقوب وكما يقول القديس وغسطينوس أن النبوة تحققت بولادة السيد المسيح منهم حسب الجسد بعد كده بيقول لك فإن كان اسم سام يعني سام أو عالم فأي اسم أسمى من السيد المسيح الذي يفاح عبيره في كل موضع هذه بالنسبة لسام رقم واحد ماشي بعد كده بدأ يتكلم على يافث اللي أدنى شوية بيقول لك وجاءت النبوة عن يافث والذي يعني توسع أو ملأ أن الله يفتح له فيسكن في مساكن سام فقد اتسعت مساكن سام اللي هي كنيسة المسيح يعني أي حاجة بيحولها الرموز مع لنا لتقبل ملء الأمم أي تقبل يافث فيها يبقى دي الكلام عن سام ودي الكلام عن يافث وزي ما هو معلوم من النصوص إن كانعان اللي هو ابن حام هو ونسله عبيد خدم ملعونين يبقى دي كانت أول معلومة معنا شفنا ترتيب كل واحد من أولاد نوح وشفنا ترتيب ومقام كل نسل من التلاتة طيب تعالوا بقى نشوف مين النسل اللي هيجي من سام المبارك اللي هو رقم واحد ومين النسل اللي هيجي من يافث اللي هو رقم اثنين وهقل من سام ومين النسل اللي هيجي من كانعان اللي هو شخص ملعون ويكون خدام وعبيد عند النسل بتاع سام وعند النسل بتاع يافث تحاو نقرأ مع بعض نسل كل واحد منهم هنلاقي النسل بتاع سام مذكور في التكوين إصحى عشر بيقول وسام أبو كل بني عابر أخو يافث الكبير ولد له أيضا بنون بنو وسام عيلام وأشور بدأ يعدد وبدأ ما نقرأ أسماء صعبة ومش عارفين تفسيرها تحاو نروح للتفسير على طول كده الانتونيوس فكري ونشوف النسل بتاع سام مين اللي يجي منه يقول لك سام أبو بني كل عابر عابر هو ابن حفيد سام وعابر هو من عبره وهو جد العبرانيين أيوة كده موضوع بدأ يتضح بعد كده يقول لك وسام ينسب هنا لأهم أحفاده وهو عابر فمنه جاء إبراهيم وإصحاق ويعقوب ومن نسله جاء المسيح بالجسد ركز بها في الجنة اللي جاية يشوف يقول لك فالبركة تسلسلت من نوح لسام لعابر هو ابن سام كما تسلسلت اللعنة من كنعان لأسرته ومن نسل عابر أيضا العرب والأراميين وبعد كده يلخص الحوار يقول وبنه سام ومن نسله جاء اليهود والأراميون والأشوريون والعرب وتسمى لغات هؤلاء اللغات السامية الموضوع بدأ يتضح الناس للبريمو رقم واحد مين اللي جي منه جي منه اليهود والأشوريين والأراميين والعرب اللهم هو العرب برضه ومن محموك جايين من نسل بتاع سام لا اما انت مش واخب بالك بقى اليهود مش هتعد عليهم الموضوع ده يقول لك ان العرب زيهم زينا العرب دول يا باشا ما لهمش حق أصلا ما لهمش حق في الورث بتاع ناس لسام ولا لهم أي علاقة أساسا بسام ما هو انت نسيت بقى ان النبي إبراهيم ده مش هو يجي من ناس لسام والنبي إبراهيم ده لما خلف خلف إصحاق وخلف مين إسماعيل اللي هو أبو العرب بيقول لك بس هو خلف إصحاق من صارة للحرة لكن خلف إسماعيل من هاجر الجارية يعني إسماعيل أبو العرب ده ابن جارية والجارية دي ما تورثش لأنها جارية ازاي الجارية؟ تورث مع الحرة فإذا العرب اللي جايين من إسماعيل بن الجارية ما لهمش أي ميراث قالوا الكلام ده فين؟ قالوا في التوراة بتاعتهم اللي موجودة في كتاب اليهود والمسيحيين في سفر التكوين 21 عشرة بيقول على لسان صارة فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إصحاق اه إزاي ابن الجارية اللي هو أبو العرب اللي هو إسماعيل ده يرث مع ابني إصحاق جه بولس رسول المسيحية خد الكلام ده وعمل أحلى عنصرية به على مين؟ على العرب وقال لك أصلهم ولد جارية وإحنا ولد حرة فين الكلام ده؟ بولس بولك في غلاطي 4-23 لكن الذي من الجارية اللي هو إسماعيل يعني ولد حسب الجسد وأما الذي من الحرة فبالموعد اه يعني اسماعيل ده تولد كده حسب الجسد لكن اسحاق ده اللي تولد من سارة الحرة ده جاي بناء على موعد من الله بعد كده بيقول وكل ذلك رمزن لان هاتين هما العهدان احدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر الذي هو هاجر بيقولك ان هاجر دي رمز للعبودية هيا جماعة عرفته ازاي بيتم استثناء العرب من ناس لسام وفقا لأراء بوليس رسول المسيحية اللي من اصل يهودي ونلاقي عنده برضو في النص في غلطة 34 تكملة النصوص بيقول ولكن ماذا يقول الكتاب اتروا دي الجارية وابنها لانه لا يرثوا ابن الجارية مع ابن الحرة بص بعد كده جاب لك الخلاصة في النص 31 بيقولك اذا ايها الاخوة لسنا اولاد جاريتين بل اولاد الحرة فكده جماعة تم استثناء العرب من ناس لسام وقال لك ده وحشين اساسا ده العبيد ده غير ان العرب برضو لهم من ناس لهاجر وفقا لكلام اليهود والمسيحيين قالك اولاد جاريت لا يحقي لهم اي ارث من ناس لسام وان العرب دول مجرد عبيد وكان بيرمز للعبودية بهاجر يبقى الخلاصة ان الناسل رقم واحد نمبر وان اتحصر في مين؟ حصر في اليهود والاراميين والاشوريين طب الناسل الادنى شوية بقى اللي هو بتاع يافث مين اولاد يافث دول؟ سنكره مع بعض الناس اللي بتاع يافث كده في سفر تكوين عشر اتنين بيقول وبنو يافث جومر وماجوج وماداي ويوان وتوبال وماشك وتراس تعالوا برضو نفتح كده التفسير بسرعة عشان نفسر معاني الاسماء ده ونشوف مين الناسل بتاع يافث بلق جومر وسكن ناسل جومر في الشمال وجاء منهم الى اسيا وتناسل منهم سكان اوروبا الشمالية وسكان بريطانيا والدنمارك ويقار روسيا وبعض الجماعات نزحت للدنمارك وروسيا وماجوج ومكانهم بحر القزوين والبحر الاسود وماداي وهي جزء من ايران وياوان وهو اب اليونانيين وكلمة ياوان يقصب بها اليونان وتوبال ودول سكنوا شرق البحر الاسود وتجرمة وهي سكنوا في ارمينيا جنوب غرب اسيا واليشا سكنوا اليونان وقبرص وترشيش سكنوا ايطاليا واسبانيا ماشي يبقى احنا دي شوفنا الناس اللي جاء من رقم واحد اللي هو سام وهدي الناس لرقم اتنين شوفنا جي منه سكان بقى ايطاليا واسبانيا والدنمارك واللي هم هيكونوا ايه تبعين تحت سام اللي هو جي منه الناس لليهودي الممجد اللي هو رقم واحد وقادي الناس للايطالي والاسباني والاوروبي ده رقم اتنين وهيسكن في مساكن سام ويكون تابع ليه طب مين بقى الناس اللي هيجي من كانعان اللي هيخد في قراصه كانعان اللي هيكون خادم هو والناس لبتاعه هيكونوا خدمين عند الناس لبتاع سام وخدمين وعبيد عند الناس لبتاع يافف يا ترى مين اللي هيجي بقى من النسل بتاع كانعان او حيسكنوا فين فين المساكن بتاع كانعان وعاشوا فين ومين هم اللي هم الناس الوحشين العبيد اللي خدمين دول هنقرأوا مع بعض النسل بتاع كانعان من سفر التكوين عشرة ستة بيقول وبنو حام كوش ومصراين وفوت وكانعان وبنو كوش سبق وحويلة وسبتة ورعمة وسبكتة وبنو رعمة شبق ودادان وكوش ولد نمرود ها الملك نمرود الجبار ده الذي ابتدأ يكون جبارا في الارض معلومة من الاسماء نخش على التفسير على طول عشان تلخصنا الحوار ونشوف مين هم الناس للملعون الخدمين العبيد دول بيقولك سبق منها من سكن جنوب جزيرة العرب ومنهم من عبر الى افريقيا عبر بوغاز باب المندم واقاموا على سواحل البحر المتوصل وتكون من هؤلاء شعب اثيوبيا اللي هو الحبشة من ثاني حويلة وسكنوا شمال بلاد العرب بجوار خليج العجم ووصلوا الى اليمن بيقولك سبتة سكنوا في حضراموت بلاد العرب وسكن بعض منهم في الحبشة رعم وولده شباب دادان سكن جنوب خليج العجم ثم رحل الجنوب الغربي من بلاد العرب بيقولك سبكتة سكنوا جنوب بلاد العرب ومنهم من رحلة الافريقيا بعد كده يقولك دادان استقرر في بلاد العرب بعد كده انتونيس فكري بلخص الموضوع بيقولك وبذلك نجد ان ابناء كوش اللي هو ابن حامي يعني الملعون اما سكنوا في بلاد العرب او انتقروا الحبشة بص بقى هنا بدأ يوضح العنصرية البغيضة يقولك وقد قدم من ناس لحام بواجه عام شعوبا وامما مقاومة لعمل الله ولشعبه في العهد القديم لذا جاء العهد القديم يعلن العقوبة الالهية على هذه الشعوب الكتاب بتاعنا بيقولك في العهد القديم جيعلن عقوبات الهية على الشعوب بتاعت كانعان اللي هي شعوب ملعونة دي بكونها تحمل رموزا للشر فكوش كانت تشير الى ظلمة الجهالة ولسواد الخطيهة ومصر كانت تشير الى محبة العالم التي تستعبد النفس فالشعب اشتهى اكلوا مصر ونسا العبودية بيقول وكنعان كانت تشير الى العمل الشيطاني وتشير للعنة شايفين قدي يا جماعة الناس لبن تيت ايه ده ايه الناس لبتاع كانعان ده ايه الناس الملعونين الوحشين دول بص بقى الجملة اللي جاية دي جميلة جدا بيقولك ان اللي جه من نسل كانعان وحامل ملعونين دول جي منهم نمرود ونمرود ده ملك جبار بص بيقولك ايه نمرود معنى اسمه جبار متمرد قوي وشديد وهو نموذج كيف تحدى نسل حام الله في مقابل كيف كان نسل سام منه ابراهيم واسحاق واعقوب شايفين الجمال شايفين الناس لبتاع حامل وحش خارج منه نمرود الجبار لكن الناس لبتاع سام الجميل الحلو المؤدب اللطيف خارج منه ابراهيم واسحاق واعقوب نسل حلوه ايه مش زي نمرود الجبار نعم نكمل نسل حام وكانعان الملعون ونشوف سكنوا فين برضه بيقولك سكنوا في الفراط وغرب دجلة وشرق الفراط وكان من ضمن نسل الملعون واحد اسمه مصرايم ويقولك مصرايم في العبرية مثنى لذا ظن البعض انها دعيتها كذا بسبب وجود الوجه البحري والوجه القبلي بيتكلم عن مصر يعني مصر دي يا جماعة نسبة لمصرايم اللي هو جاي من الشخص الملعون اللي اسمه حام وبعد كده بيقول واسم مصر القديم كيمي او خيمي اي ارض حام حام الملعون مصر دي ارض ملعون وسميت كذلك لسواد تربتها او نسبتها لحام بيكمل بقى ناس لحام ونشوف سكنوا فين بيقولك سكنوا في ليبيا وجنوب مصر ونزحوا برضه ليبيا وسكنوا في مصر الوسطى وسكنوا في صعيد مصر وسكنوا على حدود ما بين مصر وفلسطين وذكر لك واحد كده من اولاد كنعان اللي هو جاي من ناس لحام الملعون بيقولك اسمه فلاشتيم فلسطين وتعني متغرب او مهاجر يعني يا احبابنا يا فلسطينيين مرحبا بكم في الشعوب الملعونة الشعوب العبيدة الشعوب الخادمة لليهود وفقا للكتاب المقدس بعد كده يلخص الموضوع بيقولك وبذلك اجتمع في فلسطين المهاجرين من ناس لكاسلحين اللي هو فلاشتيم وكفتورين بيقولك دول مكونين الشعب الفلسطيني ومن ضمن الشعوب الملعونة برضه راح وسكنوا في صيدة وامتدوا حتى الفرات وجميلهم كمان واحد اسمه ليبوسي وليبوسي ده بيقولك الاسم القديم لأرشاليم اللي هو بيت المقدس قبل ان يستولي عليها داود وسكنوا كمان جنوب أرشاليم وسكنوا في بحر الجليل وشمال شدق فلسطين ولبنان وسكنوا كمان في حماة في سوريا وبكده جماعة خلاص اتضحت الرؤية تماما نسل سام وده النسل اللي جي منه ابراهيم واسحاق واعقوب اللي هو نسل بني اسرائيل اللي المسيح جي منهم طب العرب جم منهم العرب دول ولد جاريا وحشين كخين مش هيرثوا طب الرجل الرقم اثنين الاقل الشوية اللي هو ناس في التعيافث اللي هم سكنوا في أوروبا اسبانيا ايطاليا ومش عارف حماية دينمارك وروسيا ولا ذلك ليو ما يكونوا تابعين للناس السامي اللي جي منه اليهود طب الناس للعبيد الملعونين , اللي هم يأخذوا في أوراسهم ليو مايكون الخدم بتعيافث هو بتعسام طي 컬러 بقي يخد عندك جي منهم الفلسطينيين اللي سكني في فلسطين ويجي عندك بقي مصر وعندك العراق وعندك سوريا وعندك لبنان وعندك ليبيا هي دي يا جماعة الشعوب اللي وفقا لكتاب المسيحيين واليهود هيكون هم الشعوب الملعونة الشعوب العبيدة الشعوب اللي جاي من الناس لكالعين الملعون لأن هم عبيد أساسا ما اللي همشي أي حق في أي حاج هنا يا جماعة عارفنا ليه اليهود اخترقوا القصة دي كل عصلي نوح بقى قام وسكرانه وتشز فيه وتخصى وبعدين جي حام ومش عارف مين ولا كان عنه ونمعه وخصاه قام لعنه قال له أنت هكون خدام عند إخواتك عرفتوا القصة دي كلها ليه ببساطة عشان اليهود يضطهدوا ويعنصروا على شعوب العرب ويقولك أن شعوب وأرض العرب دي ملكنا بتاعتنا أنتو خدمين وعبيد عندنا طب بالنسبة لشعوب أوروبا يقولك شعوب أوروبا دول فيه درجة تانية أقل مننا إحنا اليهود فيه درجة نمبر تو كده لكن إحنا نمبر وان وعادي لكن أنتو العرب ده أنتو وحشين وعبيد وحناخد أرضكو وأرضكو دي أساسا من حقنا محمود إيه دي بس أنت تعصدت كده ديه هل يا محمود مبرر يعني إن يكون عشان نسل كنعان اللي جي منه العرب ده وأقل نسل ونسل وحش وكخه بتاع ده هيدي مبرر لليهود إن هم يروحوا يحتلوا أرض العرب وياخدوا أرض العرب ويقولوا إحنا أفضل ناس وإن أرض العرب دي بتاعتنا والأرض العرب دي ملكنا ولينا حق فيها آه مين اللي قال كده تفسير أنا واجبش أي حاجة هنا عندي شوف عنك تفسير أنتونيس فكري بيفصر صفر التكوين تسعة تمنتاشر بيقولك إيه بقى بيقولك وحام هو أبو كنعان كنعان ده اللي جي منه الشعوب اللي هما سكنوا في بلاد العرب بيقولك يذكر هنا كنعان الملعون يعني فهو سبب أساسي لأحداث التالية وليعرف موسى والشعب لماذا يعاقب الله الكنعانيين ولماذا يأخذ اليهود أرضهم ها شوفت بقى يا جماعة ده الملخص عرفت بقى لليهود بيأخذ أرض الكنعانيين اللي هي أرض العرب بيقولك ده عقاب من الله بيقولك وهذا بسبب خطية كنعان ولعنه أبيه نوح له فيحذر الشعب ألا يتشبهوا بخطايا الكنعانيين لإلا يشابهوهم في المصير اتضح الأمر وقضي الأمر الكنعانيين عشان لعنة نوح هلتعاقبوا اتخذ أراضيكم مين يأخذ أراضيكم اليهود مين يقول كده أنتونيوس فيكري أنا جبتش حاجة من عندي أنتونيوس فيكري تعالوا نشوفوا يفسر نص التكوين 925 بيقولك ايه ايه معنى ان الكنعان عبد العبيد ده بيقولك كانعان عبد العبيد ملعون وعبد العبيد تعني أحقر العبيد واستعباد أخويه له تم أولا باستعباد اليهود نسل سام الجامد ده باستعباد اليهود نسل سام للكانعانيين ثم استعباد اليونان والرومان نسل يافث له تعالوا نأكد على الكلام ده من كلام ودياكن حلم القمص اللي عمل كتاب اسمه النقد الكتابي مدرس النقد والتشكيك بين العن أغسطينوس الأنبابول بيقوله يقول أبونا أغسطينوس الأنبابولة وأنه راح قدر أن كنعان اللي واجه منه النسل اللي سكنوا بقى في البلاد العربية لم يكن برا وقد حمل خطيط غيره بل كان هو ونسله يستحقون عقوبة خطاياهم أيضا ويرى المفسرون أن ما قاله نوح عن كنعان هو نبوء عن مصير الكنعانيين الذي أخذت كل أراضيهم عرفتوا أرض الكنعانيين اللي بتاعت العرب بتتخذ لي يا جماعة عرفتوا ليه اليهود اللي يمحق فيهم لأن انتم نسل انتم عرب المكان الدول العربية أنتم سكانها لعدين هنا أنتم عادين في أرض بتاعت شخص ملعون أساسا وسكانها ناس ملعونين يقول وصارت ملكا لليهود في أيام مملكة داود وغيره ويرى البعض أنها نبوءة عن احتلال اليونان والرومان أبناء يافث لأرض كنعان فيما بعد بينقل بقى اقتباس جميل جدا عن الدكتورة نبيلة تومة بتوضح لنا مدى العنصرية اليهودية في أبهى سور المحبة بيقول تقول الدكتورة نبيلة تومة أن الكنعانيين خضعوا لبني إسرائيل طالما كان بني إسرائيل يطيعون وصايا الله ولكن بص بقى خطية اليهود الغلطة اللي عملوها اليهود رحوا سيطروا عن الكنعانيين إيه غلطة اليهود بيقول لك ولكن لأنهم أي اليهود استبقوا منهم أحياء ولم ينفذوا وصية الله بتحريمهم صاروا شركا وفخا لبني إسرائيل تقول لك بني إسرائيل لما دخلوا على الارض بتاعت الكنعانيين دول غلطة بني إسرائيل انهم ما قتلوش كل الكنعانيين ما حرموهمش تحريم عرقي ما حرموهمش ما قتلوهمش زي ما الله يقول لهم ادخولوا على الكنعانيين دول فارتكوهم موتوهم ويقول لك ده ما حصلش للأسف بني إسرائيل ما عملوش كده علشان كده الكنعانيون دول لما بقى منهم ناس بقوا فخ بقى مين وبقوا مصدر ألأ لبني إسرائيل اللي ما قتعوش أمر الله ورحوا قتلو وحرمو كل تطهير عرق للكنعانيين محبة إله محبة نكمل بيقول لقد كان استعباد إسرائيل لكنعان عقوبة من الله للكنعانيين الذين استرحوا الشر على سن اليهوب ما بيسترحوش الشر ولا عبدوا العجل ولا بتاع نكمل بيقولوا أنما استعباد الكنعانيون لبني إسرائيل فكان من قبيل التأديب الإلهي لشعبي لأنهم خالفوا وصياء وعبدوا آلهة الكنعانيين يعني الإله لما جاء عقب اليهود عقبهم عشان راحوا عبدوا آلهة الكنعانيين خلى الكنعانيين يسيطروا على اليهود شوية صغيرة وموضوع انتهى يعني تأديب إلهي عتاب محبة كده وعشان بقى يا جماعة الأرض اللي سكن فيها أولاد حامل ملعونين بقى وكنعان والكلام ده اللي هم وحشين كل حد قاموس الكتاب المقدس أو دارة المعارف الكتابية تحت عنوان ياشوع النبي بتقول وبعد ان رسخت خدمها في البلاد التي احتلها قام بغزوتين عمل غزوتين قام بغزوتين لاحتلال كنعان كلها وفيه أثناء هذه الحملة أمر ياشوع الشمس بالوقوف فوقفت يعني الأمر ما كانش مقتصر على أيام نوح فقط لا ده حتى لغاية موسى وتلميز موسى كمان اللي هو ياشوع عمل غزوتين على أرض كنعان ومش بس كده تعمل معجزة قال الشمس وافت فوقفت يعني كان بمساعدة الإله كمان عندك حاجة تانية بتقول كده يا محمود أيوة تفسير اليهود وبتقول لك صراحة مفاجئ تعال نفرق بعد كده شوف تفسير رباي شيزكيا بن منوك اللي هو معروف بتفسير شيكوزني وده كموجود في الكرن التلاتة وفي فاصل سفر التكوين 9-25 يقول سيصبح عبدا للعبيد اللي هو كانعان يعني مصيره لن يتحدث بالحرب ولكن عندما يغز الشعب اليهودي أرض كانعان سيطلب منهم عدم السماح لأي كانعان بالبقاء على تلك الأرض تطهير عرقي لنسل كانعان اللي سكن في البلاد العربية تعالوا دلوقتي نشوف كتاب جاي بي اس اللي يعتبر من أهم المراجع اللي تتكلم عن اليهود واعتقدهم اللي هي اختصارا لجيوش بابليكيشن نشوف بيقول في تفسير اللاويين مش التكوين اللاويين عشرين عزة 14 يقول يجب أن تمتلك أرضهم ينتمي إلى الفعل العبري يارش أي امتلاك إلى المفردات القديمة التي تعبر ركز عن الحقوق الجماعية للإسرائيليين في أرض كانعان وهكذا خصص الله أرض كانعان لشعب إسرائيل يمتلك ثاني وهكذا خصص الله أرض كانعان لأرض الشعوب العربية لشعب إسرائيل يمتلكها أريد أن أكبر من ذلك؟ نلخص بقى الليلة كلها لا أرجع واحد UBS اللي هو جمعيات الكتاب المقدس المتحدة الصادر في أمريكا قالتها بالمفتشر قالت إيه بالمفتشر بص عندك يفسروا 0 التكوين 925 يقول يقترح آخرون أن الغرب من هذه الآيات الآيات تحت قصة نوح والشزوز والخصي واللعن الغرض هو وضع الأساس للصراع اللاحق بين نسل سام بن قصين الإسرائيليين وأحفاد كانعان الكنعانيين في الاستيلاء على أرض المعاد قالت القصة بتاعت نوح دي هي اللي وضعت الأساس لاللي جايين من نسل سام اللي هم الإسرائيليين في صراعهم مع أحفاد كانعان على أرض المعاد كل ده استنادا للكتاب المقدس اللي بيؤمن به زميل المسيحيين اللي خدوه من اليهود عرفت يا جماعة ليه اليهود عملوا الحدوتة والقصة دي كلها عشان ناس لسام كي منه اليهود أعلى حاجة إحنا حلوين ناس ليافث ده مساعد لنا طب العرب مش جون من ناس لسام ما العرب دول أولاك جارية مش عارثوا وما العرب اللي سكنوا في الدول العربية دول جايين منين جايين من ناس اللي كان عاني الملعون الوحش العبد اللي يكون خادم عندنا مدامد عبد الأرض دي اللي قعد فيها أولاك كان عاني الملعون أرض دي بتاعتنا من حقنا نعنصر عليهم عشان كده اليهود اخترعوا القصة دي كلها تفتكروا جماعة بقى تبعيات القصة الملفقة على سيدنا نوح واللعنة والكلام ده انتهت تبعياتها عند اللي بنشوف على الأرض دلوقتي والصراعات اللي بتحصل والاتهاضات اليهود اللي غيرهم وخبثوهم ومكروب وقف عند الموضوع ده لا الموضوع انتقل الى العنصرية ضد السود اللي بتحصل في أمريكا وأوروبا بالوقتي البذرة بتاعت العنصرية وضعت من قصة نوح الملفقة ازاي ده اللي هتشوف الحلقة اللي جاية حلقة تكون في غاية 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 الخطورة والأهمية لازم تستناها ولازم برضو ما تنساش انك تشترك في الصفحة لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وتعمل ديسلايك لو ما عجبتك وتفعل زر الجرس وعندك برضو في التعليقات واخراص في الفيديو لينك الباتريون لو تقدر تدعم القناة ماليا وتنساناش برضو من دعائك حلقة طويلة معلش أنا آسف لكن ان شاء الله لن تعدموا منها فائدة ولا من الحلقة القادمة أترككم ألقاكم في أمن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته